وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب عامر أشربري قال إن الحوار ركز على الألية التي يتم من خلالها نهوض بالزراعة في مصر الفترة القادمة وإنشاء خزان في عرب الدلتة لتخزين أربعة مليارات متر مكعب من المياه أنا طرحت رؤية النهاردة أتمنى الإدارة السياسية تنتهج زي الرؤية في المرحلة اللي جاية إحنا النهاردة بنعمل معالجة لمياه الصرف الزراعي في منطقتين على مستوى الجمهورية بنعمل معالجة لمياه الصرف الزراعي في غرب الدلتة اللي هي الدلتة الجديدة اللي هي تبقى جنوب الضبع وجنوب العالمين على محور رود الفرج وفي نفس الوقت بنعمل محطات معالجة اللي هي في البحر البقر محطة المحسمة دي بتبقى حوالي ستة ونص مليون متر مكعب ماء يومي غرب الدلتة حوالي سبعة ونص مليون متر مكعب ماء يومي أنا اقترحت اقتراح وده اقتراح أتمنى الإدارة السياسية تتبنى في المرحلة اللي جاية إن إحنا يكون عندنا خزان زي خزان أسوان يتم إنشاؤه في غرب الدلتة جنوب الضبعة الخزان ده على مساحة ما تقلش عن اربعين أو خمسين الف الدان بعمقه اللي يكون اربعين متر آآ هقدر إن أنا خزن كمية مية لا تقل عن اربعة مليار متر مكعب مية آآ أقدر أستفيد من المية دي على مدار العام ما بقاش عنده مية في مرحلة معينة زي فصل الشتاء وبعدين ييجي فصل الصيف ما لقاش عنده مية للزراعات اللي عندي بقانا كده أصبح عندي زراعة مستديمة